نحو عام ونصف على انطلاقة ثورة تشرين وما زال المتظاهرون يدفعون ثمن وقوفهم بوجه نظام المحاصصة الطائفية وما زالت التقارير الدولية تترى لتؤكد حقيقة الوضع المأساوي في العراق وحجم الانتهاكات التي تستهدف المطالبين بتغييره في تقرير مشترك لخبراء في مجموعة الأزمات الدولية ومعهد بروكينز رعاها معهد دول الخليج العربي في واشنطن اكد ان المتظاهرين يشتركون مع بقية فهاءة الشعب العراقي في مظالم عامة بما في ذلك معدلات البطالة المرتفعة والفساد العميق داخل الحكومة فضلا عن الدور السلبي الكبير الذي لعبته الجهات الخارجية لا سيما ايران منذ الغزو الامريكي العراق عام 2003 وحذر التقرير من ان الامور ستزداد سوءا لان عدد الشباب في العراق يتزايد بينما تتجه حياتهم للأسوأ في ظل تجاهل الحكومة وعجزها عن القيام بأي تغييرات أو إصلاحات جادة ما ولد إحباطا عاما فاقمته الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الفساد العميق وسوء الإدارة لا سيما بعد الانخفاض الحاد في أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا ويؤكد التقرير أن حكومة الكاظمي تحاول استمالة أو تفكيك الحراك عبر الوعود والإصلاحات السطحية لكنها فشلت في وقف الانتهاكات ضد الناشطين مشيرة إلى أن مشكلة الإفلات من العقاب بين جميع قوات الأمن معروفة في العراق على نطاق واسع ناهيك عن الميليشيات التي شبت عن الطوق ولم يعد بمقدور الحكومة لجمها هذا إن أرادت ذلك ويؤكد تقرير مجموعة الأزمات الدولية ومعهد بروكينز أن التظاهرات لم تنتهي بعد مع إمكانية استعادة الحراك ذروته لأن الإحباط لا يزال قائما ولا نتائج تظهر في الأفق حول تغيير قادم في ظل صراع متعدد الأقطاب يتصاعد داخل العملية السياسية لا سيما من طرف الميليشيات المدعومة من إيران